اشتركوا في القناة وعايز اقولوك يولاد بس ايه ما تنسوش تشتركوا علشان تتابعوا معنا كل الدروس درس الدرس النهاردة يولاد هنبدأ مع بعض بقى لسون سري لسون سري في اول جزء فيه احنا بنتكلم عن الplant adaptation plant adaptation خدنا قبل كده adaptations في انواع مختلفة من الانيميلز المهاردة هناخد بقى الادابتاشن في انواع من الplant النباتات وهنبدأ مع بعض اذا اخدوا بالكوا ان احنا الليسون ممكن يكون على 2 parts فهنا ده part 1 هنرجع بس مع بعض الاول الاكسرسايز اللي خدناه المرة اللي فاتت كان السؤال بيقول نوع الادابتاشن في الحاجات اللي احنا هنقولها دي تمام وقلنا نكتب اس بس لو structural وبي بس لو behavioral تمام احنا لازم برضو نكتب structural اه اه يعني كلمة كاملة نتدرب نحن نكتبها بس ايه سهلت عليكم بس عشان في ال comments تقدروا تكتبوها بشكل ايه بسيط طيب number one the V letter shaped of the panther chameleons feet ها ال V letter shaped اللي موجودة في الفيت بتاعت الكامليون دي حاجة في تركيب جسمه يبقى structural ياولت structural طيب يبقى اس number two colored scales in the panther chameleon ال colored scales اللي موجودة طبيعي على جسم el panther chameleon دي تبقى structural تمام احنا قلنا قبل كده لو كان قال لي change the colored scales التغيير في لون ال colored scales دي وقت ال danger وقت ما يبقى فيه attacker عليه ده يبقى في الحالة دي behavioral لكن هنا بيقولي الجملة واضحة بيقولي بس ال colored scales اللي موجودة في جسم فما قالش فيه change ولا حاجة مدام قال colored scales بس يبقى structural ياولت طيب number three lizard searches for shade area in the desert لما الليزرد يدور على shade area في ال desert اه هو عمل حاجة دور اه هو عمل حاجة ده behavioral adaptation number four the blood vessels in the penguins feet ال blood vessels اللي موجودة في ال penguins feet ها دي حاجة في تركيب جسمها ولا behavior ال blood vessels دي في تركيب جسمها طبيعي او عيدة ما هي جوه الرجل بتاعتها يبقى structural تمام؟ طيب number five the extra large ears of the fennec fox the extra large ears في الفennec fox دي حاجة في تركيب جسمها ودينه طويلة الفennec fox ودينه طويلة قوي فدي حاجة في تركيب structural number six living the arctic fox and the borers living the arctic fox and the borers معيشة الاركتك fox جوه البورز جوه الجحور اه لا ده هو بيسيب المكان بره مكان بره برد قوي فبيروح يستخبف البورز to be warm عشان يبقى دفيان ده سلوك بيعمله ده behavior behavioral adaptation طيب السؤال بتاع what happened ايه اللي هيحصل لو في animal swim above the ball shark في animal بيعوم او موجود فوق البال شارك في الاوشن ايه اللي هيحصل يا تارا هل هيشوفه ولا لا قولنا it may not see the shark it may not see the shark هو في الغالب مش هيشوف تمام ربما ما يشوفش الشارك ده في الغالب مش هيشوفه طب ليه يا تارا due to it's dark back نتيجة ان الباك بتاعه ظهره لونه غامق فمش هيبان وسط الشادو بتاع الاوشن وانا ببص من فوق قلنا تحت بيبان الاعمق بتاعت الاوشن الديبست اوشن تحت بتبان غامقه ضلمة اوكي فالدارك باك بتاع الشارك مش هيخليه بان وسط الشادو اللي حواليه يبقى اللي هقوله انه it may not see the shark الانيمال ده ممكن ما يشوفش الشارك خالص ليه؟ due to it's dark back نتيجة دهره الغامق اوكي بتقدر تنمو in every place في اي مكان بس الشارك انه يكون فيه sun light shines يبقى اياه محتاجة sun light زي ما شايفين كده في picture and adapted to survive in different environments وبتقدر تتكيف بقى يحصل فيه اختلافات في الروتس بتاعتها في الترانك في الليفز في تركيب جسمها الجسم بتاع البلانت اللي فيه روتس تحت under this oil فيه جزور تحت التربة زي ما احنا شايفين كده الروتس وفيه الترانك او الستم حسب بقى حجم البلانت صغير او كبير ممكن يبقى فيه ترانك لو شجرة ضخمة ترانك جزع للشجرة او ستم او سخص بسيطة كده لو بلانت بسيط تمام وكمان عندي الليفز الاوراق بتاعت البلانت فكل جزء من البلانت ممكن يتكيف ويتغير شكله حسب الانفيرومنت حسب البيئة اللي هو فيها فيه مياه كتير فيه مياه قليلة فيه شمس موجودة بشكل متوفر ولا لا ده المكان يعني مش متاح فيه الشمس قوي او المكان زي بلاد معينة مثلا ما فيهاش الشمس مش بتبان كتير عندهم تمام فيعني حسب الانفيرومنت هي بتبدأ تعمل حسب البيئة اللي حواليها بتبدأ تعمل بس بحيث انها تقدر توصل للووتر في السويل تقدر توصل للمياه اللي بتغذيها عشان تنمو وتقدر توصل برضو للسونلايت اللي محتاجاها علشان تقدر تنمو وتعمل الغذاء بتاحها بنفسها هناخذ يا ولاد تو ترافك تريز تو ترافك تريز اشجار عملاقة نوعين من الاشجار العملاقة ترافك تريز يعني اشجار عملاقة ضخمة كبيرة تمام زي مين زي اكيشيا تري هما دول اللي احنا هندرسهم اكيشيا تري قلوا معايا اكيشيا اكيشيا تري and كيبوك تري كيبوك تري الشجارتين دول احنا واخدينهم كمثال كل واحدة فيهم بتعيش في في بيئة مختلفة تماما يعني هما مش نفس المكان انا هيخد واحدة من مكان واحدة من environment واحدة من environment تانية خالص طب تعالوا نشوف كده مع بعض السافانة forest انا عندي الاكيشيا تري بتعيش في السافانة forest هاي الاكيشيا تري بتعيش فين في السافانة forest في غبات السافانة غبات السافانة دي موجودة فين ياولاد دي in southern Africa southern Africa في جنوب افريقيا في جنوب افريقيا السافانة forest سافانة forest لكن الـ Capec Tree شجرة العملقة الثانية لها اسمها Capec Tree دي موجودة في الـ Amazon Rainforest Amazon Rainforest الغباة الممطرة بتاعة الـ Amazon طيب دي موجودة فين؟ Of Brazil في البرازيل ياولاد Of Brazil فين في البرازيل طيب تعالوا نمسك واحدة واحدة السفانة في فورست نعرف طبيعة البيئة الأول قبل ما ندرس التري يعني احنا عرفنا ان الاكيشيا في السافانة فورست ربطوها مع بعض كده الاكيشيا في السافانة فورست اللي في ساوسرن أفريكا اللي في جنوب أفريقيا تعالوا كده نروح رحلة أولاد لجنوب أفريقيا ونزور السافانة فورست شكلها ايه السافانة فورست السافانة فورست دي عبارة عن Graceland Habitat Graceland Habitat مكان كده مليان Grace يعني مليان يا ولاد حشائش حشائش تمام؟ بنقول عليها حشائش السافنة خلاص كلها حشائش with mild temperature يعني ايه mild temperature يعني درجة الحرارة اللي هناك بتكون معتدلة mild معتدلة لا هي polar climate لا هي مناخ قطبي ولا هي hot desert مثلا مش صحراء حر جدا لا ده مناخ معتدل mild temperature درجات متوسطة كده تمام؟ ومليانة حشائش دي السافنة اوكي طيب ايه المشكلة اللي في البيئة دي اللي بتحاول التري تتكيف معيها؟ المشكلة الموجودة الكتيرة في البيئة دي في السافنة فورس هي ان فيه extreme lake of water extreme lake of water يعني فيه قلة شديدة في الماء الماء مش متوفرة during the dry season اثناء الموسم الجاف اللي موجود في السافنة فورس وده بيبقى قد ايه تقريبا في السنة which last for half of the year ياولاد يعني نص السنة تقريبا هي في dry season في موسم مفوش مطر خالص موسم جفاف عندها موسم جفاف نص السنة تقريبا تمام؟ ففي the drought conditions دي drought جاي من dry في the drought conditions دي في الحالات او في ظروف الجفاف دي so most of plants can't grow اغلب النباتات ما بتقدرش تنمو معادة بقى plant بتاعتنا اللي احنا هندرسها دي اللي هي the acacia tree the acacia tree شجرة ضخمة من ضمن traffic trees من ضمن الاشجار العملاقة اللي بتقدر رغم الجفاف اللي موجود في السيزن ده ورغم الجفاف اللي موجود اغلب السنة في السافانة فورست هي بتقدر تنمو بتقدر تتكيف تمام؟ بسميها traffic tree او بسميها كمان umbrella shaped tree umbrella shaped tree شكلها كده ولده عامل زي umbrella لما تبص عليها كده عاملة زي umbrella عاملة منظر من فوق كده كأنها umbrella تمام؟ كأنها شمسية ما وقفة كده في وسط السافانة فورست كل الحشائش تحت لا دي عملاقة وضخمة واضحة كده من وسط ايه الغابة تمام؟ كبيرة ال acacia tree acacia tree طب دي في السافانة فورست اللي في ساوسرن افريكا في جنوب افريقيا تعالوا نروح بقى ناخد طيارة ونسافر نروح لمكان تاني خالص نروح للبرازيل للبرازيل في الامازون رينفورست في الامازون رينفورست البرازيل دي يا جماعة دي امريكا دي امريكا الجنوبية تمام؟ فاحنا رحنا مكان تاني خالص قرة تاني الامازون رينفورست تمام؟ الامازون رينفورست من اسمها دي رينفورست بقى دي بقى فيها ندرة مية لا 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 دي رينفورست دي غابات ممطرة دي طول السنة فيها مطر فهنا انا عندي easy to find water المشكلة اللي كانت في السافانة فورست انا عندي هنا متوفرة لا مفيش مشكلة هنا عندي easy to find water ينفع بسهولة لاقي المية as it's rainy most of the year لانها ممطرة اغلب السنة وما المشكلة هنا في ايه وغدين بالكو انا عاملة خط كده تحت المشكلة اللي في كل ايه في كل environment فهنا الامازون رينفورست مشكلتها بقى hard for plants to search sun light هنا المشكلة في وجود sun light البلانت مش بيلاقي السن لايت بسهولة طب ليه يا جماعة اه اصلا احنا عندنا مطر طول السنة تخيلوا كده في الجو المطر مش بيبقى الجو مغيم كده في غيوم طول الوقت فالشمس مش باينة قوي لما يبقى يوم احنا بنمر بيه بمطر تخيلوا كده لما يبقى يوم مطر شديد مش بتبقى الدنيا مغيمة كده ومش لقين الشمس هم عندهم كده الامازون رينفورست جواك كده طول الوقت مغيمة فطول الوقت hard to find sun light hard to search sun light بصعوبة بتلاقي sun light اوكي فدي المشكلة الكبيرة اللي موجودة في الامازون رينفورست بالنسبة للبلانت طب ايه كمان تاني من ضمن الكاراكتراستيكس الصفات بتاعة الانفيرومنت دي الامازون رينفورست انه عندها سوجي سايل سوجي سايل التربة بتاعتها سوجي يعني ايه سوجي يعني رتبة قوية ولاد تمام يعني wet muddy soil ممكن اقول wet muddy soil mud هو الطين تربة طينية muddy soil تربة طينية بس دايماً wet يعني دايماً wet يعني دايماً رتبة مليانة بالمية مليانة water يبقى المية كتيرة تمام فعندها السايل بتاعتها سوجي سايل تربة رطبة تربة رطبة يعني wet muddy soil wet muddy soil تتميز بايه تاني ايه من ضمن الكاراكتراستيكس بتاعت الامازون رينفورست تتميز كمان بسترونج وينز سترونج وينز عندها رياح قوية دايماً في رياح قوية موجودة في الامازون رينفورست مطر وغيوم ورياح قوية طول الوقت اوكي؟ تخيالوا كده الجو طيب التري بقى اللي بتنمو في المكان دا هو كل يعني فيه تريز كتير طبعاً بس أنا بتكلم بقى على الأشجار العملاقة اللي بتنمو زي الكيبوك تري the trees the trees grow up to 70 meter tall التريز اللي بتنمو في الأماكن دي أطولها بتبقى في الغالب about 70 meters tall في حدود كده 70 متر الطول بتاحها عالية جداً طويلة جداً من أكتر الأشجار العملاقة اللي موجودة في المكان دا بتلاقوها ظهرة وسط الأشجار كده اللي هي الكيبوك تري كيبوك تري في الأمازون رينفورست تمام برضو بسميها umbrella shaped tree يبقى أنا واخدى مثال من السافانة الايكيشيا دي umbrella shaped tree وبردو مثال أو example في الأمازون رينفورست واخدى الكيبوك تري برضو باعتبارها umbrella shaped tree شكلها عامل زي umbrella كده احنا بس جابنها من تحت عشان تشوفوا منظر الروتس الضخمة بتاعتها تمام هنجيلها بعد شوية لكن من فوق عاملة زي umbrella الليفز بتاعتها عالية لفوق قوي وعملة شكل umbrella كده فوق عاملة شكل زي الشمسية اوكي يبقى السافانة rain forest sorry انا غلطت هنا مش rain forest اوعوا تقولوا السافانة rain forest تلقى السافانة الغابات السافانة دي مش ممترة خالص سافانة دي عندها extreme lake of water دي عندها dry season نص السنة عندها مفيش مطر خالص تمام لكن مين اللي بقول عليها rain forest ياولاد amazon rain forest amazon rain forest اللي في البرازيل اللي في البرازيل دي في امريكا الجنوبية دي كيبوك تري بينمو فيها الكيبوك تري تمام السافانة السافانة forest اللي في south africa دي بيتاموا فيها الكيشة تري اللي هي umbrella shaped tree هنشوف مع بعض ياولاد الاول الكيشة تري الكيشة تري زي ما احنا قلنا الهابيتات بتاعتها فين مسكنها او موطنها فين مكانها في السافانة forest in south africa سافانة forest in south africa غابات السافانة اللي في جنوب افريقيا طيب تعالوا نشوف بقى الاستراكشرا الادابتيشن ايه التكيف اللي في تركيب جسم الكيشة تري بيساعدها تتكيف مع الانفارومنت بتاعتها اللي هي سافانة forest اول حاجة اول حاجة عندي roots roots بتاعتها يا ولاد very long roots very long roots عندها جزور طويلة جدا تمام بسميها tape root tape root جزور رئيسية كده نازلة بأعمق طويلة تحت الارض طب ايه هدف الroots دي المشكلة بتاعتنا اللي في الفارست ايه الفارست دي مشكلتها ايه مشكلتها lake of water مشكلة السافانة forest اللي بنحاول نتغلب عليها هي lake of water ندرة المية ان المية مش موجودة كتير اغلب السنة في وقت طويل في السنة هي في dry season في موسم جفاف فهي بتحاول بقى تخلي الجروتس بتاعتها طويلة قويل تحت تمتد طويل جدا لتحت ال soil تمام to search for water عشان تدور على المية as deep as 35 meters بصوا قد ايه العمق بتاعها عمقها تحت السويل قد ايه 35 meters 35 متر below the soil surface تحت سطح الترب يبقى الهدف lay very long root عند to search for water عشان تدور على المية تحاول تلاقي مية في عمق كبيرة شوية تحت طيب تاني حاجة الترنك بتاعتها جزع الشجرة بتاعتها شكله ايه عمل ازاي برضو very long يبقى very long والترنك كمان very long طويل قوي بس هنا ترنك طويلة قوي ليه برضو عشان نفس المشكلة to store water الترنك بقى مش هيا اللي تبدور على المية الroot سهيا لووظفتها تدور على المية بتشرب المية من الساير اوكي لكن الترنك هنا بقى دوره كخزان خزان للمية store water بيخزن المية تمام علشان في موسم الجفاف ده يبقى عنده شوية طول الواقع تمام فالvery long trunk to store water عشان تخزن المية and the most animals اغلب الحيوانات يا ولاد cannot reach its leaves ما بتقدرش توصل للليفز فوق من طول الترنك ده عشان الجزع طويل قوي فمش بتقدر توصل للليفز فوق except مين مين بقى الانيمال الطويلة اللي ممكن توصل زي ما بين في البكتشر كده ها رقبتها طويلة وتوصل لها الجراف الجراف هي الوحيدة اللي ممكن توصل للليفز بتاعة الاكيش شاتري العملاقة تمام بسبب الترنك الطويل قوي بتاح جزع الشجرة الطويل بتاح طيب بس الروتس والترنك الروتس طويلة قوي to search for water والترنك very long to store water طب الليفز بقى طبيعتها ايه الليفز بتاعتي tiny يعني يعني صغيرة جدا صغيرة جدا tiny leaves growing on its top عندي tiny leaves اوراق صغيرة قوي تمام اوراق صغيرة بتنمو في الطب بتاعتها في القمة فوق عالية قوي to help it hold in water نفس المشكلة ما احنا مشكلتنا دايما في المية فهي tiny leaves الاوراق الصغيرة دي بتساعد انها تفضل مسكة في المية اكتر تمام زي ما الترانك كان بيخزن المية ال tiny leaves الاوراق الصغيرة ما تسربش المية بسهورة عايفين لو ورقة واسعة ممكن تسرب المية دي تخرج بينها تمام لكن tiny leaves تفضل مسكة في المية hold in water تفضل مسكة في المية امتى and soaking up soaking up هي نفس معنى absorb عشان تمتص من sun light needed to make food leaves يا ولد بتحتاج الووتر وبتحتاج sun light عشان تبدأ تعمل اكلها ال plants من ضمن الكائن من ضمن الكائنات تمام الوحيدة اللي بتقدر تعمل اكلها بنفسها لما يكون متوفرة عندها الووتر وال sun light وال carbon dioxide من ال air بتقدر تصنع اكلها جوه ال leaves تعمل اكلها بنفسها اوكي فهي help tiny leaves دي بتساعدها hold in water تفضل المتمسكة بالمية متخسرهاش and soaking up وكمان تبدأ تمتص ال leaves تبدأ تمتص absorb sun light needed to make food طب في حاجة تانية في ال leaves بتاعتها من ضمن ال adaptation ايه بقى المميز بيه ال acacia tree في ال leaves عندها في ال leaves بتاعتها sharp spans sharp spans تمام its leaves have sharp spans عندها اشواك يا ولاد كده اشواك حادة موجودة حوالين ال leaves زي ما بقى نفس الصورة كده اشواك حادة حوالين ال leaves بقى ال leaves صغيرة كده اهي وحواليها الاشواك الحادة دي حواليها الاشواك الحادة دي تمام around the leaves حوالين ال leaves ليه بقى وجود ال spans دي عشان تمنع دي وسيلة للدفاع عملة اشواك كده خلاص عملة صور شائك زي ما بنقول تمام عشان تمنع ال animals انها تاكل الاوراق بتاعتها تمنع ال animals تاكل الاوراق بتاعتها اوكي تعالوا نشوف كده كمان يا ولاد نوت كده مهمة قبل ما نروح لل ال والكامل هناخد كده حاجة مشتركة ما بين والكامل والجمل تمام ال اكش تري عندها الترانك زي ما احنا قلنا الترانك بتاع ال اكش تري بيخزن المية اهو الترانك ده الجزع بتاع الشجرة بيخزن ايه بيخزن مية بسبب ال environment حواليها ان السافانة فيها 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 ندرة في المية فهي بتخزن المية بتحوشها طب الكامل يا ترى بيحوش ايه الكامل عشان بيعيش في الديزرت الديزرت برضو فيها ليكو فوتر تمام ده ده مش نص السنة ده كل السنة فيه ندرة جدا في المية تمام فالكامل في الهمب بتاعه ياولاد فوق شايفين الهمب اللي فوق ده الجزء اللي عالي شوية في جسمه فوق ده الهمب بتاع الكامل ستور ايه يا ترى بيخزن ايه في فكرة غلط كده ان احنا متخيلين ان الهمب ده بيخزن مية برضو تمام لا يا جواه الهمب ده بيخزن فات يعني بيخزن دهون عشان يبقى الكامل عنده طول الوقت في الصحرة وهو ماشي عنده طاقم خزنها يقدر يتحرك بيها يبقى هو بيخزن ووتر هو بيخزن فات يبقى المشترك بين الكامل والاكشة تري فكرة التخزين عن متى ان الاتنين بيخزنوا لانه حواليهم في dry environment بيقى فيها drought فيها جفاف فالترنك بيخزن store trunk of اكشة تري stores water والهمب in the camel همب in the camel stores فات بتخزن دهون اوكي ايه بقى يا ولاد الbehavioral adaptation اللي بتعملها الاكشة تري تعالوا نشوف بتعمل ايه الاكشة تري كbehavior كسلوك بتعمله عشان تتكايف اول حاجة produce ايه ده دي بتصدر poison سم سم a poison when animal begins eating the leaves بصوا هنا في الصورة باين ان في مجموعة كده من الجراف قولنا هو الكأن الوحيد او الانيميل الوحيد اللي ممكن يوصل اصلا للليفز فوق من طول من كتر ما هي الترانك بتاعها very long تمام لكن حتى لو وصلت ايه ده بقى كمان بتعمل ايه من الbehavioral adaptation انها produce poison بتصدر سم بتفرس كده مادة المادة دي سم ما يولد تمام اول ما يبدأ الانيميل begin eating the leaves اول ما تيجي الانيميل تبدأ بقى تاكل في الليفز تمام مش بس كده لا بتكمل مش بس هي produce a poison لا دي كمان sends a smelly message sends a smelly message يعني بتبعت رسائل بالريحة كده رسائل تتشم كده تمام smelly message تمام in the wind to warn other acacia trees عشان تحذر بقى ال acacia trees اللي حواليها نربعي الجيران بتعطها يعني مش هي بس بتفرز السم ده لا دي بتبدأ تبعت smelly message تبعت رسالة الرسالة دي ايه نوعها في رسائل ساعت نقول رسالة سمعية رسالة بصرية صورة لا الرسالة اللي بتبعتها هنا رسالة بال smell بالريحة تمام رسالة بالريحة تمام بتبعتها لكل ال acacia trees اللي حواليها النربع يعني الجيران بتعطها لحواليها تمام القريبين وتبدأ تبعت لهم الرسالة دي عشان يعملوا ايه telling them بتكيناها بتقولهم start making the same poison ابدأوا انتو كمان اعملوا poison زي ابدأوا انتو كمان اعملوا ايه ابدأوا افرزوا نفس الpoison علشان خدوا بالكو ده فيه مجموعة من الجيراف جايين علشان يبدأوا يأكلوا في الليفز بتاعتنا لأ احنا مش مستعدين مش هنسيبهم فيبقى الbehavioral adaptation هي بتعمل produce a poison produce a poison when animals begin eating the leaves and send a smelly message to other acacia trees telling them to start making the same poison بتقول لهم انتو كمان ابدأوا اعملوا نفس الpoison طلعوا نفس السم ده علشان الجيراف ما تقدرش تاكل الليفز بتاعتنا تمام طب تفتكروا كان فيه ايه كمان حوالين الليفز في ال structural adaptation برضو ممكن يمنع الجيراف انها تاكل الليفز مين يركز كده ويفتكر احنا لسه قيل من شوية حوالين الليفز في structural adaptation كان فيه كمان sharp spans sharp spans كان فيه اشواك حادة برضو الاشواك دي تمنع الجيراف انها تاكل الليفز يبقى عندها حاجة بتمنع الجيراف او الانيمال انها تاكل الليفز بتاعتها عندها sharp spans في structural adaptation وعندها كمان في behavioral adaptation انها produce poison عن طريق الرياح الرياح اللي تتحرك باستمرار انها تاخد الرياح من الكيش تري لتبعتها لل other الكيش تري عشان تقولهم هم كمان طلعوا سم زي produce poison like me to prevent the animals from eating our leaves عشان نمنع الانيمال انهم يكلوا الليفز بتاعتنا تعالوا بقى ياولاد نسيب south africa خلاص احنا سيبنا كده جنوب افريقيا والسفان نفورست والاكيش وريحين لفين هنسافر مع بعض نروح الامازون rain forest اللي في البرازل في برازل في البرازيل في امريكا الجنوبية تمام يبقى الامازون rain forest of برازل تمام هو ده الهابيتات بتاع الكيبوك تري ده المكان الموطن بتاع الكيبوك تري تعالوا نشوف مع بعض كده الكيبوك تري في الامازون rain forest ايه ترى الادابتيشن بتاعها تعالوا نفتكر كده مع بعض الامازون rain forest كانت ايه الفكرة فيها كانت ايه المشكلة بتاعتها مشكلتها انه البلانت بيحتاج يدور على دي مشكلة شوية موجودة وكمان كانت بتاعها soggy soil تربة ردبة مليانة مية wet muddy soil wet muddy soil تربة ردبة جدا مليانة مية التين بتاعها مليان مية تمام لانها rain forest غابة ممطرة طول الوقت مطر وكمان كان عندها strong winds كان عندها الرياح بتاعتها قوية تمام فتعالوا نشوف في الـ الـ شكلها ايه ترى هناخد الـ والليفز هنا طب الروتس الروتس بتاعتها large and wide زي ما باين كده في الـ الروتس بتاعتها كبيرة جدا ووسعة جدا بسميها buttress roots يعني جزور دعامة جزور دعامة عاملة زي الدعامة عارفين احنا لما نزرع بلانت يكون ضعيف شوية فنقعد نعمله ساعات نسنده بحتة خشبة كده نوقفها كده نربطها بيه ونوقفها فوق شوية كأنها بتسنده من الجوانب يعني من الجنب كده تسنده فده معنى الجزور دعامة كأنها بتسند او بتسبت التري في الارض اكتر فالباترس roots زي ما انتو شايفين كده في الصورة الروتس بينة فوق الصير الروتس مش بتنمو deeply under the ground لأ مش بتنمو بعمق عشان تدور على المية لأن المية قليلة لكن احنا هنا في الrain forest دي غابة ممطرة احنا عندنا المية كتير ما عندناش مشكلة في المية فهي مش محتاجة تنمو بعمق تحت الصير لا دي grow high upon its trunk grow high upon its trunk بتنمو عالي فوق مش under the soil تحت لا ده فوق عالي فوق الجزع نفسه يعني كأن فوق الارض بداية الroots من فوق طب ليه بتعمل كده to hold the tree firmly in the soggy soil عشان تمسك التree بقوة تقدر تبقى مثل بتا التree بقوة في soggy soil في التربة الرضبة قوي دي اللي مليانة مية تمام some roots can start up to five meters above the ground فيه روتس منهم ممكن تنمو فوق الground فوق الارض كده بخمسة متر الفوق يعني هتلاقوها موجودة مع الترانك فوق يبقى تخيلوا كده الكيبوك تree بتكروا دايما المنظر ده بيميز ان الroots بتاعتها باينة من فوق انا الايكيش تري ما بشوفش الroots بتاعتها لأ انها تحت تحت الارض مش بتتشاف من فوق لكن الكيبوك تree لأ دي عندها buttress roots جزور داعمة البattress roots دي دايما بتبان above the soil تمام to hold the tree firmly in the saugy soil عشان تمسك وتثبت الشجرة بقوة في saugy soil وبتنمو ممكن كمان start up to five meters above the ground ممكن تبدأ من خمسة متر فوق الارض خمسة متر فوق الارض تبدأ مش مع الترانك من فوق ناشية مع الترانك من فوق لتحت دي roots تمام فكرتها انها بس عشان فكرة العشان فكرة الارض الرد بقوي بتاعتها المليانة مية فتثبتها تثبتها طيب الوراق بتاعتها شكلها بصوا كده في شكلها بنقول كده hand shaped leaves hand shaped leaves الاوراق تشبه للهاند شكلها زي ايه زي الايد كده بصوا بصوا للبيكتشر وبص ليدك بص للايد بتاعتك الهاند بتاعتك ها شكلها فعلا زي الهاند كأن الاجزاء بتاعت الليف دي كأنها عاملة زي الفينجرز بتاعت الهاند تمام فالهاند shaped ليف دي ما لها ضيقة طب ليه الفكرة بتاعتها ايه دي ليه علاقة بقى بالstrong winds انا عندي في الenvironment دي عندي strong winds عندي رياح قوية قوي طول السنة فالهاند shaped leaves بتاعمل ايه بتسمح للويند للرياح انها تتحرك بخفة كده وببساطة between the parts of the leaves بين الاجزاء بتاعت ايه الليفز النار دي الصغيرة تمر في النص كده بينهم فلما تمر في النص تمر بسهولة وببساطة تمام بلطف كده من غير ما تعمل ايه without tearing them من غير ما تقطع الليفز دي وتكسر لو كانت الليف هي وحدة وحدة كبيرة كانت الرياح القوية دي ممكن تكسر فيها تقطع لا انا متقطع جاهز انا طبيعي تكويني ان انا شكلي الليفز دي شكلها زي ايه زي الهاند shape the leaves عاملة زي الهاند طبيعي فيها narrow parts ففي اجزاء في النص فاضية ممكن يمر فيها الوينت من غير ما تقطع without tearing the leaves without tearing the leaves يبقى الليفز hand shape leaves with narrow parts allow when to move more gently without tearing them من غير ما تقطع behavioral adaptation behavioral adaptation التكايف السلوكي بقى اللي بتعمله الكيبوك تري يا ترى ايه احنا حفزنا شكلها خلاص بالباترس روتس بتاعتها المميزة اللي باينة من فوق السايل دي تمام هي بتعمل ايه بقى كسلوك send different types of messages برضو بتبعت رسائل ايه نوع الرسائل برضو smelly messages smelly messages رسائل برضو بالريحة الريحة بتاعت delicious smelling flowers delicious smelling flowers عندها ظهور لها ريحة جميلة جدا بتعمل بها ايه invite back to come visit delicious smelling flowers بتاعها زمك انها تبعت دعوة للبات انها هتيجي تزور delicious smelling flowers بتاعتها تمام الميسجي دي اللي هي بتبعتها ده behavioral adaptation ده سلوك بتعمله تمام بتبعت رسائل smelly messages طيب ايه كمان تاني ده عشان تعزم البات طيب اتهاز كمان fluffy yellow seeds عندها بزور بزور لونها yellow بزور لونها yellow زي ايه بينها قدامنا البزور لونها اصفر و fluffy يعني ايه رقيقة كده خفيفة تمام to be easily carried by wind بيبقى سهل قوي انها الرياح تشيلها across the forest عبر ايه عبر الغابة من مكان لمكان في الغابة تمام اللي جوه البزور دي يا ولاد بنقدر نستخرج كمان نوع من الفايبر كده شايفين المادة اللي جوها المادة اللي جوها دي فايبر عاملة عارفين المخدات الفايبر عاملة زي الفايبر كده تمام بتطلع من السيدز دي اوكي طيب اقولكو حاجة كمان بسيطة عشان نبقى مركزين بس اليالو السيدز دي اللي بتتحرك في الغابة احنا طبيعي الغابات دي بنلاقيها موجودة طبيعي هل الانسان هو اللي بيزرعها ولا هي موجودة لوحدها تمام السيدز اللي بتتحرك طبيعي عن طريق الوينز من مكان لمكان في الغابة ده بيفسر ازاي انها بتنمل لوحدها الانسان مش هو اللي بيروح يزرعها لا دي الوينز الرياح يا ولد هي اللي بتشيلها من مكان لمكان فتبدأ تزرع كأنها بتتزرع من جديد لوحدها تلقائي كده الطبيعة هي اللي بتعمل ده الوينز بتشيل السيدز دي بتنقلها لسويل تانية في الفورست فتبدأ تتزرع وتكون لي كيبوك تري جديدة مثلا كيبوك تري جديدة يبقى الفلافي يالو سيدز دي سيدز لونها يالو ورقيقة تبي كارب باي وينز إنه يبقى سهل تتشيل عن طريق الرياح أكروس زفورست نحل كده اكسورسايز يا ولد زي ما متعودين كل مرة برضو هتكتبوا إجاباته في التعليقات هم فور سنتنس بس أربع جمل شوز هنكتب بس ونكتب الحرف اللي احنا اخترناه A أو B أو C أو D في التعليقات تحت واشوف إجاباتك وكلكم شاطرين أنا عارفة إنكم هتحلوا كويس طيب بتقول إيه اللي صعب على الريانفورست بلانس إيه اللي صعب على النباتات اللي موجودة في الريانفورست في الغابات الممطرة إنها تلاقي حاجة من الحاجات دي صعب إنها تلاقيها تمام نشوف إيه منهم طيب نمبر من من التكيف السلوكي اللي بتعملوا الإكش تري إيه من دول من ضمن البيهيور الادапتش نقراهم كده بتركيز ونشوف مين فيهم يعتبر البيهيور الادапتش نمبر ثري all the following properties protect acacia leaves from being eaten by animals except that معادة مين اللي بتحمل اكاشيا roots بعت roots بعمق تحت الصويل ليه تمام ونهاية كل فيديو يا ولاد أنا بقولكم enjoy science وعايز اشوف اجاباتكم في التعليقات بالتوفيق دايما